من ملعب الأحلام والانتصارات مصطفى تشاكير بالبوليدة لم تكشف تأشيرة مباراة السد المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن منتقيها مبكرا فمباراة الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة للمنتخب الجزائري المتصدر ضد وصيفه منتخب بوركينافاسو التي جرت بذكريات اللقاء الفاصل المؤهل لمونديال البرازيل 2014 كانت أصعب من المتوقع للناخب الجزائري جمال بالماضي وأشباله أمام الخيول البركينابية التي شنت حربا نفسية شديدة عساها تكون مثمرة أمام أبطال إفريقيا نية توقيف سلسلة لا هزيم للخضر وخطف تأشيرة التآهل ظهرت بعد كل هدف يوقعه المنتخب الجزائري بعدا وقف زملاء أتارا الند للند وردوا على هدفي محرز وفغولي لينتهي اللقاء الذي عاشه الجمهور الجزائري العائد إلى مدرجات تشاكير على وقع صافرة النهاية التي منحت الخضر نقطة التعادل التي كانت تلزامه من أجل حجز مقعد له في لقاء السد المؤهل لمونديال قطر 2022 الذي ستجرى قرعاته شهر مارس من العام المقبل بالدوحة تزامناً ونهائية كأس العرب في الثامن عشر من ديسمبر إذن هي خطوة أخرى يخطوها المنتخب الجزائري الذي وقع على مباراته الثالثة والثلاثين دون هزيمة وعلى أمل المواصلة في نفس الرتم والنسق يرتفع سقف الطموح ترجمة نانسي قنقر